السلام عليكم أصدقائي وياكم أخكم حسين من قناة تيك فونس وفيديو اليوم رح يكون عن لابتوب من شركة جديدة على مجال اللابتوبات شركة مصنعة للهواتف هي شركة امفينيكس نعم هذه الشركة حديثا دخلت لمجال اللابتوبات وصنعت عدة لابتوبات أكثر لابتوب عجبني كقيمة مقابل سعر هو اللي رح نسولف عنه اليوم والي هو هذا اللي هو الامفينيكس امبوك اكس وان الميز هذا اللابتوب انه هو يجي بامكانيات حلوة صراحة كلابتوب اقتصادي لابتوب دراسة لابتوب استخدامات بسيطة وبأرخص سعر موجود بالعراق هذا اللابتوب هو أرخص لابتوب ممكن تحصله بالأسواق العراقية فمع انه هو من شركة جديدة على مجال اللابتوبات ممكن مولكل تثق بيها كأول أو ثاني لابتوب تطرحه فلذلك حبيت انه اطول تجربتي لهذا اللابتوب فصار لتقريبا عشرين يوم استخدمه وأكيد هذا راح تكون مراجعتي إليه بعد التجربة لمدة عشرين يوم تقريبا فإذا أنت أول مرة تشوفني ياريت لو تطينا لايك وتشترك بالقناة وإذا عجبك هذا اللابتوب وحبيت تطلبه بعد ما تخلص المراجعة فتقدر تشتري من كريستال ستور متجر كريستال اللي يوفر لهذا اللابتوب للمراجعة أكيد مشكورين رابط صفحتهم راح تلقابل وصف إذا تحب تتواصلوا إياهم وتطلبه أو تطلب أي منتج آخر يلا بجايتها خير خلونا نبدج إذا نبدل شوية تصميم فرح نشوف أنه اللابتوب بالكامل مصنوع من البلاستيك وهذا الشي يعتبر كلش منطقي بالنسبة لابتوب اقتصادي ولكن مع ذلك من تشيل الجهاز من جهة معينة أو تسد الشاشة من جهة معينة فما رح تشوف أكون حناءات وانثناءات كبيرة بالهيكل وهذا الشي يدل على أنه جودة الجهاز كهيكل خارجي صراحة جيدة قياسا بالسعر من الجهة اليمنى رح نشوف عندنا منفذ بطاقات الـ SD Card اللي رح يكون بحجم المايكرو SD اللي هو نفس حجم البطاقات المستخدم بالهواتف مو الحجم الكامل اللي تكون مثل هذه اللي تستخدم بالكاميرات أيضا رح يكون عندنا منفذ 3.5 ملي متر اللي يستخدم للصوتيات مثل السماعات والمايكروفونات ومنفذ N-USB بالحجم الكامل أما من الجهة اليسرية فرح يكون عندنا منفذ DCIN ومنفذ HDMI اللي نقدر من خلاله نربط اللابتوب بالشاشات والتلفزيونات الخارجية وعندنا أيضا منفذ USB بالحجم الكامل ومنفذين USB من نوع Type-C واحد منهم رح يكون خاص بالشحن فنعم هذا الجهاز يشحن عن طريق منفذ USB واللي هو شي رح يكون ممتاز بصراحة لأنه رح تقدر تشحن اللابتوب بأي شاحن USB-C ما تنجبر تشيروا ياك الشاحن وين ما تروح بسبب المنفذ ماته فهذا رح تكون نقطة كلش مميزة موجودة بهذا اللابتوب آخر شي رح تكون عندنا دقمة كلش صغيرة بس كلش مهمة ونادرا ما نلقاها على اللابتوبات هذه الدقمة وظيفتها أنه هي الطف الكاميرا بشكل إجباري يعني من الطف فيها تنقطع عنها الكهرباء أصلا رح يستفادون منها أكثر شي الطلاب وبشكل خاص للبنات من تفتح الجوجل ميت أو برنامج الزوم مرات تنفتح الكاميرات بشكل تلقائي فقد تكون أنت ما تعرف وتسبب لك إحراجات أو إذا شنت مثلا أنت بنية محجبة فرح تسبب لك إحراجات فتقدر من خلال هذه الدقمة تطف الكاميرا وحتى لو تشغلها من خلال البرنامج ما رح تشتغل الكاميرا لأنه ما وصلتها كهرباء فهذا الميزة رح تكون شي رهيب جدا صراحته للطلاب ومن أكثر الأشياء تخليني أنصح بهذا اللابتوب للطلاب آخر شي من الجهة السفلة رح تكون عندنا فتحات التهوية وسماعتين أيضا وحدة على الجهة اليمينة والثانية على الجهة اليسرة والسماعة الثالثة رح تكون موجودة فوق الكيبورد اللي مع بعض رح ينطوك تجربة صوت عالية ومسموعة بكل الظروف ولكن كجودة وتفاصيل صراحة رح تكون ضعيفة أو يا دوب نقدر نقول عنها مقبولة رح يكون الصوت واضح ككلام شخص مثلا بمسلسل أو فيلم أو حتى لو دكتور بالمحاضرات ديشرح رح يكون الصوت واضح ككلام الشخص ولكن كجودة وتفاصيل بالأغاني مثلا رح تكون ضعيفة فإذا تشغل أغنية مثلا تحس المغني كإنما ديسولف صوته هو شخصيا رح يكون واضح ولكن كأيقاع وتفاصيل وبيس وهذه الأمور ما رح تكون واضحة بكل صراحة بس مع ذلك يعتبر هذا الموضوع مقبول لأنه سعر الجهاز رح يكون مناسب ورح نتعرف عليه بنهاية المقطع بس أكثر شي عجبني بهذا اللاب توب واللي أقدر أقول عنه ممتاز هو الشاشة لأنه هذه الشاشة تجيب مقاس لـ 14 إنش واللي قد للبعض يشوف حجمه صغير ولكن شخصيا اعتبر حجم كلش مناسب لأنه ما رح يخلي حجم اللاب توب نفسه يكون كبير فبالتالي تقدر تتنقل بيه بسهولة تخليه بجنتة صغيرة أو حتى تشيله بإيدك بدون ما تعاني من موضوع الحجم والوزن دقتها رح تكون 1080 بيكسل يعني Full HD Plus وهي رح تكون من نوع IPS LCD وأكيد بتردد الـ 60 هيرتز أكثر شي عجبني بهذا الشاشة واللي خلاني أعتبرها ممتازة هو الألوان لأنه ألوانها ما تتغير من تتغير زاوية الرؤية يعني إحنا شايفين من ننزل شاشة اللاب توب أحيانا يزيد السطوع ومن نصعدها يزيد التباين وإذا نشوفها من زاوية يمنى أو زاوية يسرى رح تتخربط الألوان وأحيانا تسبب صداع من نستخدمها الفترات طويلة بسبب رداءة الشاشة أو رداءة النوعية كل هذه المشاكل اللي ذكرتها ما موجودة هنا الألوان تبقى مثل ما هي مهما تغيرت زاوية الشاشة وأيضا جودة الشاشة نفسها كواليتي رح تكون زينة ما تسبب لك صداع بالفترات الطويلة تقدر تفتح الشاشة بدرجة 180 مثل ما تشوف باحث يصير الجهاز مستقيم تماما ممكن تستفاد من هذا الميزة ببعض الحالات الخاصة الحواف أيضا رح تكون كلش نحيفة تنطيق جمالية أكثر وتحسسك أن تصميم الشاشة حلو وأنيق وحديث فإذا أريد قيم هذه الشاشة بصراحة رح نطيها 10 من 10 قياسا بالسعر من ناحية الأداء فالجهاز يجمع معالج الأنتل كور اي 3 من الجيل العاشر ويا رامات ثمانية وتخزين 156 جيجا بايت من نوع الاس اس دي هذه المواصفات اللي ذكرتها رح تكون كلش مناسبة للاستخدامات الشخصية مثل التصفح مشاهدة الفيديوهات أو حتى تخزين البيانات وغيرها من الاستخدامات اللي ما تتطلب أداء كلش عالي وللطلاب مثلا رح يكون ممتاز بصراحة لأن يوفر لهم كل شي هما يحتاجوا من ناحية المحاضرات الألكترونية ملفات البي دي ايف الورد والأكسل والباوربوينت وغيرها من البرامج اللي يستخدموها الطلاب بالدراسة وطباعة البحوث رح يقدر هذا اللابتوب يشغلها لهم وبدون أي مشاكل أما للأغلبية اللي يسألون عن أداء الجهاز بالألعاب فصراحة الجهاز نهائيا مو مالألعاب المعالج اللي بي مو مناسب لهذه الاستخدامات معالج اقتصادي وكذلك الجهاز أصلا ما بي كارت شاشة خارجي فبالتالي رح ينطيك أداء ضعيف بالألعاب بس مع ذلك جربتلكم علي لعبة بوب جي بحكم أنه الأغلبية رح تسأل عليها فقدر الجهاز يشغلها ولكن بأداء يادوب مقبول الصراحة قدر يشغلها على أقل دقة ونطاني بها تقريبا 40 فريم أكو سقوط بالفريمات وأكو لاقات بسيطة ولكن بشكل عام مقبولة بصراحة يعني مو لدرجة أنه أنت خلاص ما تقدر تلعب نهائيا فرح تلاحظ أكو فدلاقات أكو فتسقوط بالفريمات بسيط كل دقيقة تقريبا يصير عندك ولكن يعتبر مقبول قياسا بالسعر مو معناها أنه أنصحك بي بالألعاب لا نهائيا الجهاز موجه للاستخدامات الدراسية بشكل خاص والاستخدامات الشخصية البسيطة آخر شي رح نسولف عليه قبل ما ننتقل للبطارية هو الكاميرا اللي تجي بدقة 0.8 ميكا بيكسل تقدر تصور فيديوهات بدقة الـ HD ولكن المفاجئة هي أنه هذه الكاميرا تدعم التثبيت الألكتروني يعني في حال اهتز اللابتوب ما رح تطلع الاهتزازات بالفيديو واللي صراحة ما أعرف ليش هذه الميزة موجودة على اللابتوب يعني بالنهاية ماكوا واحد رح يشيل اللابتوب ويصور بفيديو ولكن هي موجودة في حال احتاجتها ميزة حلوة لطيفة بس ما أعتقد رح تستفاد منها مرحبا يشلونكم آروا ياكم حاليا من كاميرا الإنفينيكس إمبوك إكس وان بوجود ظروف أضاء ممتازة أضاءة الغرفة اللي أمامي واثنين سوفت بوكس هذه هي النتيجة واللي أتوقع رح تكون كافية ومقبولة جدا كاميرا اللابتوب دقتها أقل من واحد ميكا بيكسل وعلى اللابتوب بهذا السعر فراح تكون كافية طلع وجهك بشكل يادوب مقبولة بس هي كاميرات اللابتوب بشكل عام هي هيجي أهم شي عندي هو الصوت والصوت صح بيوشة هسه من دي سمعوه بس الصوت واضح يعني كلامي أنا واضح ما بي أي مشكلة ما عدا الوشة اللي موجودة شي كلش طبيعي بكاميرات اللابتوبات وخصوصا بهذا السعر البطارية تجيب قدرة الخمسة وخمسين واط واللي قدرت تنطيني أداء ممتاز بكل معنى الكلمة بحيث قدرت توصل وياي أكثر من ثلاث ساعات باللعب المتواصل للعبة باب جي واللي هو خلي نقول أكثر استخدام ممكن يستهلك البطارية وقدرت توصل وياي بين ست إلى سبع ساعات بالتصفح ملفات البي دي اف ومشاهد الفيديوهات والاستخدامات البسيطة فتقدر تطمئن من ناحية الشحن إذا عندك مشوار 3 ساعات 4 ساعات استخدام تقدر تاخذ اللابتوب بدون ما تشحنه وتطمئن من هذه الناحية وأكيد رح يجويا شاحن بالعلبة بقدرة الخمسة وستين واط اللي رح يفليلك البطارية من الصفر إلى المية خلال ساعة ونص تقريبا أكيد اللابتوب رح يكون متوفر بالأسواق العراقية مثل ما ذكرت بالمقدمة بأرخص سعر هو 350 دولار بالعراق يطلع تقريبا 450 أو 460 ألف دينار ممكن أكثر وممكن أقل على حسب سعر صرف الدولار لأنه يوميا دا يتغير بحكم أن الوضعية مو مستقرة من ناحية الدولار فهذا تقولي حسين بالنهاية تنصحني بي كنصيحة شخصية ونصيحة أخوية شوفوا بكل صراحة الجهاز من شركة هي جديدة على مجال اللابتوبات ما لها أي تاريخ بمجال اللابتوبات شركة صار لها سنة أو سنتين تصنع اسمع ذلك المواصفات اللي موجودة بي من ناحية المعالج من ناحية الرامات من ناحية الاس اس دي جودة الشاشة اللي صراحة انفاجأتني والبطارية وأداءها الممتاز ما رح تلقاها على اللابتوب من شركة ثانية بـ 300 دولار تلقاها ممكن 400 أو 450 دولار بس بـ 300 دولار ما تلقاه وال400 وال450 دولار يعني فرق عن هذا اللابتوب بحدود 100 إلى 150 دولار بالسعر حاليا سعر الدولار صاعد في المية إلى 150 دولار بالعراق تطلع تقريبا 250 ألف أو حتى لو 200 ألف 200 ألف قياسهم بجهاز هو سعر 450 ألف تعتبر رقم كلش كبير تقريبا نص سعر زيادة فنعم أنصح بي بعد التجربة وما واجهت أي مشكلة بي خلال فترة تجربتي اللي طولت تقريبا عشرين يوم كلابتوب استخدامات شخصية واستخدامات دراسية بسعر ممتاز جدا فبس هذا كان فيديو اليوم شكرا لكم شكرا لمتابعتكم اذا تابعنا اول مرة اكيد اشترك بقناتنا على اليوتيوب حتى يوصلك كل جديد تابعوا حساباتنا على الفيسبوك والانستغرام وحتى التيك توك الروابط رح تلقاها في صندوق الوصف كان معكم اخوكم حسين تحياتي لكم